قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم وقدرها أن تشق طريقها بثقة في ظل مخاطر غير مسبوقة متبنية استراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف لتمكينه للشباب وخلال كلمات يمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 بنيويورك أضف السيسي أن المنطقة العربية تباتت بؤرة لأشد الحروب ضراوة في التاريخ الحديث وهو ما يجسد الخلل في النظام العالمي وخلال عرض رؤية مصر لحل الأزمات الدولية أكد الرئيس أن المخرج الوحيد الممكن من أزمات المنطقة العربية هو التمسك بإحراز مشروع دولة الوطنية الحديثة البعيدة عن الارتهان للحزبية والطائفية